قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي اليوم بجولة في إكسبو شملت زيارة لأجنحة المغرب وسويسرا وولاية بادن فوربنبرغ الألمانية حيث اطلع سموه على ما تطرحه من تجارب ومنتجات وابتكارات إضافة إلى ما تقدمه من عروض لموروثها الثقافي والإبداعي في المحفل الأهم الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وخلال زيارة سمو ولي عهد دبي إلى جناح المملكة المغربية الشقيقة المقام في منطقة الفرص تحت الشعار موروث للمستقبل من الأصول الملهمة إلى التنمية المستدامة ويحاك في تصميمه القرية المغربية اطلع سموه على ما يعرضه الجناح من عناصر تبرز هوية المغرب وشملت جولة سمو ولي عهد دبي في معرض إكسبو 2020 دبي زيارة جناح دولة سويسرا الصديقة المقام في منطقة الفرص ويتميز بتصميمه المستوحى من البيئة الصحراوية واطلع سموه خلال جولته في الجناح على المفهوم الذي جاء عليه التصميم والذي يقوم على فكرة الرحلة المكونة من ثلاث مراحل تتشارك في إبراز رصيد سويسرا من الثقافة والجمال الطبيعة وكذلك الابتكارات كما زار سموه جناح ولاية بادن فورتبنبرغ الواقعة في جنوب غرب ألمانيا حيث اطلع سموه على مقاومات التميز الاقتصادي العديدة التي تتمتع بها الولاية ضمن أول مشاركة مستقلة في إكسبو لولاية ضمن دولة كما شاهد سموه خلال الزيارة عددا من جداريات معلوماتية تستعرض أهم الملامح التي تميز بادن فورتبنبرغ وتلقي الضوء على ارتباطها بجذورها التاريخية وثقافتها رافق سمو ولي عهد دبي خلال الجولة في إكسبو سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم واسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر